في أحد الزوايا المنسية من الصحراء كان في مدينة قديمة تعرف بمدينة الأشباح هل مدينة كانت مهجورة من زمن بعيد؟ الناس كانوا يحذرون من الاقتراب منها يقولون إن الأرواح تعيش فيها لكن مجموعة من الأصدقاء فيصل علي إحمد نورة قرروا إنهم يكتشفون الحقيقة بأنفسهم في ليلة قمرية انطلقوا في سيارتهم وهم متحمسين ومتوترين بنفس الوقت الطرق كانت وعرة والجو مشحون بالغموض وكأن المدينة تنتظرهم لما وصلوا كان الظلام يلف المكان والأبنية القديمة تبدو كأنها تنتظر البحايا ونوير قالت هل أنتم متأكدين إننا نبغي ندخل؟ سامي ضحك وقال ما فيه شيء أخاف منه رغم الوضع مخيف بدأوا يتجولون في الشوارع الضيقة والرياح تعصف بالأشجار كلما تقدموا كان في أصوات غريبة تتردد في الأفق فيصل قال سمعت والصوت كأن في شيء ينادينا نوير خافت وقالت يمكنها الأرواح تحاول تخبرنا بشيء فجأة لاحظوا بابا قديما مفتوحا في أحد البيوت دخلوا البيت وكان الظلام يملأ الغرف والأثاث مكسور ومغبر رائحة العفن كانت تملأ المكان وكأن الزمن توقف هنا في غرفة الجلوس لقوا ساعة قديمة لكن الساعات كانت متوقفة عند منتصف الليل نويرا لمحت خيال يمر بسرعة وصاحت انظروا فيه شيء هنا الكل صار يحس برعشة لكنهم قرروا يكملون فجأة ثهر لهم شبح مرأة ترتدي ثوبا أبيض عيونها كانت مليانة حزن وصوتها كان يئن ساعدوني أنا هنا عالقة فيصل حاول يتكلم لكن صوتها كان يخرجه عن طوعه الشبح قالت ابني ضاع فيها المدينة وأنا ما أقدر أرتاح نويرا قالت لازم نساعدها بس كيف قرروا يبحثون عن أي دليل يساعدهم في معرفة قصة الشبح لقوا مذكرات قديمة في درج مكسور مكتوبة بخط يد مهزوز كانت تحكي عن قريتين متخاصمتين بسبب الماء وكيف صار صراع دموي في ليلة مأساوية فقدت المدينة كل شيء والأرواح عانت علي قال يبدو إنها المدينة مبس مهجورة فيها قصص مأساوية كلما قرأوا أكثر زاد شعورهم بالرعب كانوا يحسون بشيء راقبهم وكأن الأشباح تجتمع حولهم نوير صار التبكي ما نقدر نساعدهم كل شيء ضاع علي حاول تهدئتها لازم نكمل يمكن نلاقي حل فجأة سمعوا صوت صراخات تأتي من الخارج قرروا يخرجون لكنهم كانوا خايفين من الذي ينتظرهم في الساحة شافوا مجموعة من الأشباح كلهم يصرخون فيصل قال يا ربي شنوا هذا الشبح اللي شفوها في البيت صارت تطفو في الهواء قالت بصوت عميق أنتم السبب في عذابي ابني لازم يرجع الكل صار يجري نحو الباد لكن الأشباح كانت تحاصرهم كانوا يحسون ببرودة الهواء وكأن الأرواح تحاول تمنعهم من الهروب نوير كانت تبكي لا 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 أريدنا موت هنا فيصل قال لازم نلاقي مخرج هل أرواح مطبيعية هيا تذكرت المذكرات يمكن نحتاج نعيد المراسم القديمة قرروا ينظمون مراسم في الساحة يمكن يساعدهم جمعوا الشموع وبدأوا يتلون الكلمات ليلقوها في المذكرات الأشباح بدأت تتجمع حولهم والأجواء صارت مشحونة نويرا كانت مرتعبة لكنهم استمروا فجأة خيم صمت غريب وكأن المدينة توقفت عن التنفس مع انتهاء المراسم بدأوا يحسون بشيء يخف حولهم الأشباح بدأت تختفي وحدة وحدة وكأنها وصلت للسلام الشبح اللي كانت تدور عن ابنها نظرت لهم بابتسامة حزينة قالت شكرا أخيرا أستطيع الذهاب ومع بزوغ الفجر اختفت الأشباح تماما خرجوا من المدينة وكانوا منهكين ومتفاجئين بما حصل فيصل قال ما توقعت إننا بنواجه شيء مثل هذا هيا قالت المدينة كانت تحمل أسرار عميقة علي قال لازم نخبر الناس عن هالتجربة نويرا كانت تفكر يمكن نقدر نساعد أرواح ثانية بعد راجعوا لقريتهم وكل واحد فيهم كان يحمل قصة مرعبة صاروا يتجمعون كل أسبوع يحكون عن تجربتهم المدينة صارت موضوع حديث بين أهل القرية الكل كان يبي يعرف تفاصيل أكثر عن مدينة الأشباح الأصدقاء كانوا فخورين إنهم ساهموا في تحرير الأرواح تعلموا إن كل مكان يحمل قصة وإن الأرواح تحتاج من يسمعها أدركوا إن مواجهة المخاوف يمكن أن تكون بداية جديدة في النهاية كانت تجربتهم درس في الشجاعة كانوا يعرفون إنهم موبس أصدقاء بل عائلة مرتبطة بذكريات مرعبة ومع كل زيارة للمدينة كانوا يكتشفون أشياء جديدة بعد فترة قرروا يرجعون للمدينة مرة ثانية كانوا يعرفون إن هناك المزيد من القصص اللي تنتظرهم لكن هالمرة كانوا يحضرون أنفسهم لكل شيء كانوا يعرفون إن مدينة الأشباح ما زالت تحتفظ بأسرارها ومع كل خطوة كانوا يحسون بقوة الصداقة وعندما وصلوا كان في شعور بالغموض يملأ الأجواب الأشجار كانت تتميل وكأنها تحذرهم لكنهم قرروا يكملون عازمين على اكتشاف الحقيقة كل واحد فيهم كان يحمل كاميرته مستعدين للتوثيق في تلك اللحظة شعروا إنهم جزء من قصة أكبر بدأت رحلتهم في المدينة وكانت مغامرة جديدة بانتظارهم كل زاوية كانت تحمل قصة مرعبة وكل بيت كان له أسراره كانوا يعرفون إنهم لازم يستعدون لأكثر من مجرد أشباح ومع كل خطوة كانوا يحسون بنبض المدينة وفي النهاية كانت مدينة الأشباح أكثر من مجرد مكان كانت تجربة لا تنس ومع مرور الوقت صارت المدينة مكانا للاكتشاف وكل زيارة كانت تحمل معها مفاجآت جديدة كانوا يعرفون إن الأرواح لا تمس وإن القصص تعيش إلى الأبد وفي كل مرة يتذكرون المدينة كانوا يشعرون بحماس جديد وهكذا استمرت القصة لتصبح جزءا من تراثهم وصاروا يعرفون إن كل روح تحمل قصة وإن كل مكان يحتاج من يروي حكايته ومع مرور الأيام صارت مدينة الأشباح رمز للأمل والشجاعة وكل زيارة كانت تجدد الروابط بينهم واستمروا في سرد القصص مما جعلهم أقرب لبعض وفي النهاية كانت المدينة تجسد رحلة من الخوف إلى الشجاعة ومع كل مغامرة جديدة كانوا يكتشفون المزيد من الأسرار وكل تجربة كانت تعلمهم شيئا جديدا عن الحياة وفي كل مرة ينظرون إلى السماء كانوا يحسون إن الأشباح تراقبهم وهكذا استمرت القصة لتصبح جزءا من التراث الذي لا ينس وأصبحوا أصدقاء لا يفترقون مهما كانت العوائق وفي النهاية كانت مدينة الأشباح أكثر من مجرد مكان كانت تجربة حياة ترجمة نانسي قنقر